اخوتي اخواتي حبيباتي بقي بيقاتي كيف حال كنا ايتها الجميلات اخوتي اخواتي اليوم كذلك غن تقضو القانا المليونية وغن تقضو بعض النقاط اللي كتقم بهم دائما وللاحظنا في صاحبة القانا المليونية دائما عند هات النقطات اللي هي شوية خيبة بغينا نعلمها بعض النقاط اللي هي دخلة في الاتيكت ديال ضياف او بروتوكول اخوتي اخواتي سوف نتحدث عن النقاط سوف يعرفهم غنة الوعية والراقية ودائما انا كنت تحاول مع الراقيين ليس ضروري ان يكونوا قريين وليس ضروري ان يكونوا نيفو ديال الدراسة ولكن يكون انسان طويل ومقعدد ويعرف اللي هو اللي عليه لان احنا كمغاربة سبحان الله دائما عندنا التاويل وعننا كرم الضيافة وعننا حتى طريقة المعاملة مع الضيوف اللي لاحظنا صاحبة القانا المليونية اي فيديو وشكو اي ضيف جانع عندها دائما يكون ضيف كتس ند سيق بغيت اقول لك صاحبة القانا اه اعيب اعيب يكونوا معنا الضيف وحنا كننضو نسيقوه ونضو عنا نسيقو السطح ونسيقو الطياسة الى اخير لان احنا مليك يكون الضيف ماشي عنك يعلمنا ومليك يعلمنا شنه كنديرو لابننا تخليوها ليبتعاليق اول حاجة كنقومو كننضفو الدرد لنا كنتولوها كنوجدو مال الدواطة بأعلاقات المستطع ديالنا قليك خبع خوسك واطلق عبسك عفوا ولكن هذي جول وستها كالطحن ومطحين فش قد يلطر ونقولوا السهله لانا يعني كي يستغلك كي يستغلوا القناة ديالك كي يستغلوا الشهرة ديالك بغين يدعموا قناتهم بغين يطلوا قناتهم ومليجوا عنك اصدقاء اللي هما متتبعين واصدقاء مقربين اللي هما دائما مسندينك ومبرعينك في الهدايا والى اخره ها تهو من طلعهم يسيقوا مجاتش مجاتش انا دائما كنقولكم ما عنديش مشكل مع الاشخاص ولكن كنتقد المحتوى كنتقد الافعال دائما ما عنديش لغات تعميم شاء من شاء وابا من ابا دائما كنقولكم غاد انتقد بانتي قد بنى ومحترم ومؤدب ونقط يعني دقيقة ومفصارة ما هادي الروتش على حتش هيطوكية وقول اللي بغيتو بل المحتوى وبل المستوى كل واحد لان منك يطلع الشخص يعمل اللايف وادي الناس اللي ما عارفينك شي كين في الخريطة اللي ما حسبينك شي بالوجود اللي ما كي يجدوك شي في الهضرة انا ما نرداش نحط تلاصف هذا الموقف اني جبت شي حد اصلا ما ما معتعرف شي بيا وما عارفني شي وش كين في الوجود ولا لا ولا شكين في الوجود ولا لا هذه تكفيني اكبر اهانة اني جبت شي قانا صغيرة جدا هادي اكبر اهانة بالنسبة لهذا الشخص انا دائما نبقى ننتقض وهذا هو المحتوى دي اللي بغى مرحبا به واللي ما بغى مرحتين وما تنتظروش مننا الرد لان الرد على الكلاب فهو عر الرد على الكلاب فهو عر سوى كانوا متتبعين مكبوتين سوى كانوا قناوات مفضوحين هادو غادي نحيدو من الجانب احنا غنتكلمو على المحتوى وانتقدو قناوات الكبار اللي كيعطيو يعني واحد صورة يعني كيمتلو منطقة الشمال او كيمتلو ناكيقولو احنا كان نعطيو واحد تقاليد مغربية وهما كيكذبو على عبض الله او كيكذبو على المتتبعين او كيستحمرو المتتبع وحسكم تعرف واحد النقاط المتتبعين ديالي ان شاء الله ياربي عندنا نطرق بزرد المواضع ودائما بحكم كمواطنين او كمجتمع مغربي يعني المشكل مكينشي غا عند الشامل عند قناة دي المحمد وراضيه القناة مليونية راكين بزرد المشاكل اللي كينفسو الشي الميديا اللي كتشوه هنا كمجتمع مغربي كمجتمع اسلامي احنا قصنا نطرق ولا ونتنقش عليها احنا الهدف ديالنا شن هو ماشي الهدف ديالنا اني عندي مشكل مع قناة شي قانا ولا لا 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 الهدف ديالنا توعيات المتتبع الهدف ديالنا تنويه المتتبع فقط كننبغو انه كان حاربو المحتوى المنحط المحتوى الفاسد المحتوى المستعد اما معد استخدامه بزرد الفيديوز كيكونوا سابعين بعطيتهم او اسرة واحدة كدعم ثلاثة اربعة فيديوهات في النهار نفس نفس الديكوراسيون نفس اشخاص نفس البس الى اخير فادا كنسميوه محتوى معد استخدامه كذلك كان حاربو الناس اللي كتقول احنا كان مثلو تقاليد مغربية وهو ما مكينش تشي حاجة يعني كتبين انا كنت متقاليد مغربية يعني احنا يا ماشي عنا مشكلة مع الاشخاص احنا كنحاولون انتقدوا هاد الناس اللي بغي يشتهد في المحتوى ديالو مرحبا فعلا عندك عندك محتوى جبالي اعطينا امور جبالية مئة في مئة ما تدخليشي الهندي مع التوركي مع الفرنسي مع الاسباني مع الايطالي ناو تنجي بقى جبلي ملتكم بوحدك عايش مطمينت في الكاميرا عايش لها الفيدا ديالك كيف مبغيتي نزل شرب قدامك نزل شرط قدامك نزل الغبرق بقى الشغول ديالك هذيك حياتك الخاصة لا تعنينا ولكن انا كنت قل انا كبى الجبالي تستح الكاميرا تولي جبلي مئة في المئة بتقاليدها بالرعاية دياله بالكسيبة دياله بالفلاحة دياله بأي حاجة بالاعياد بالمناسبة يعني جبالية مئة في المئة هذي نقطة النقطة الثانية كان بقى انه الناس كان نقولولهم كين شي محتوى للصحق المتابعة والصحق التشجيع منكم باش يعني كتعونوا هذي الناس هذو باش كيبينوا بأن فعلا مغرب عنده تقاليد وعنده اعراق وعنده مبادئ وعنده صناعات وعنده بزرد الحاجة اللي كانت استحق فعلا انها نبينوها للاشخاص الاخرين او المجتمع الاخر فهمتي هذا هو المبتغى ديالنا اما احنا نهائيا ما عنا مشكلة تم عشي وحيد عائلة مع بعض يتا قدقى عائلة مع بعض يتا اذا جينا نحط النقطة على الحروف وجينا نكونوا منطقيين نكونوا بالمزدقية فهم هذي العائلة ككل ما كخصومش يخرجوا نهائيا المشاكل ديالهم عائلة باقي الاب وباقي الام في الحياة على قيد الحياة كان كخصوم ما يخلوش ولادهم يوصلون هذي النفو هذا ما يخلوش المشاكل العائلية تخرج ويتشوه ما كان شي يخصوم يخلي ولادهم يخرجوا ويحطوا كل شي على الطابلة لأهنم لكي يكون الوالدين باقيين في الحياة كيتعدلهم من الحساب هنا شفنا هذي العائلة هذي العائلة اللي فيها الدرار الصغار والنساء الصغار الصغارها في الفوم ولكن في الفعيل الكبر شفنا هم طغاو وسابو في السوشيال ميديا مكين غالكلاشات عناوين قاسية شي كي يزمع للدر دير محمد ورادية شي كي يكلاش شي بالكلام شي شي الى اخره هذا ما كتشرفوناش يكونوا عائلة هذو ما كتشرفوناش يقولوا عائلة فعلا عائلة جبلية اللي كانت معروفة على جبال الحياة والحشمة والأخلاق والآدم والتلاحم والتضامن والمعاونة هنا يعطيتوا واحد صورة لا تشرف لا تشرف فهنا انا دائما كالقول الناس للسوشيال ميديا حاولوا تعطوا الانيرجي للناس حاولوا تعطوا الحاجة اللي تسعد الناس حاولوا تخلوا الناس يستفدوا منكم انا تقدر تقرس على صداري وتقرس بتلقائية بعفوية ديالك بالمصطلحات الجبالية الى اخر وراجيك الفيديو واعر هنا يا كما كنشوفو اه غنتكلم على مليك يخرجوا بعض الناس انهم كي وضحوا كي يزيدوا بينوا على الكذوب ديالهم كما خرجت اسطوحي افندي بيناس على الكذوب دياله اه من الاحسن ما توضحوش انسان من اللي يخطى ما يوضحش او اذا كنتي هتوضح ويشتديك الناس كي يستحق وتتوضح او هم الحق المتتبعين ديالكم وتتوضحو لهم لانهم فعلا كي يستحق وتتوضح لانا كي يعطيكم وقتهم كيعطيوك الاوقات ديالهم ولكن وضح بميس داقية وضح اولا الاقل ديكو تيغل كذب دايما اخوكم ليه هيكذب عمل وريقة وسيلو يكتب ويستطر على الامور دياله باش ميبيني شي يرسوا انه كيكذب هذا هو اللي كنتي نتحور عليه فاش انا بغيت هنا البنات اقول لكم غادي مقاون تكلموا على جميع الاواء الامور وعلى جميع النقاط اللي كتشوه بالمجتمعنا بالدين ديالنا بالمحتوى الى اخيره كما كنشوفوا القناة المليونية جات عند الضيفة اه كنكخصك الضيفة اول حاجة عيب من العيوب انا نشد شطابة والكراطة وضيفتي كتصور فيها وانا كنطلق عليها الوساخ ديالي ديال الدار ديالي عيب من العيوب لان احنا شوفنا ايش حال من فيديو ديال تسيق ما لك اختي واش كي يدرك ببببب فا في كل بلاسة راتبارك الله هكو الحاجة في بلاسة ذيكال التسيق لي كيكون عامق يكون مرة اشهار واما دائما كندوز بالمعطيرات وكندوز بالخدوية في الدار وكندوزوا له ببرادينا ولكم كيكوان جعل ننطيف كنعطيوها القيمته وكنن ننطفه قبل ما يجي باش مليك يجي كنعطيوها كنقلسو معاه وكنعطيوه وقته يظهر على الطبق الذي نزلت يجب أن أتقل الأكل لا تقلق الأكل لأنه لا تطبخه و لا تطبخه و لا تقلق شميشه و لا تقلق المرأة المغربية تطبخه بمتياز تطبخه و لا تقلق قصب بأكده و قلب الكوكلي قلبه على طهره و لا تقلق القذيبة و لا تقلق القذيبة يتجب أن تكون في الدجاجة أو الحمام، أو تكون دائماً قانت تحدث هذه نقطة عمله على كرشه و أعطي طهره يعني قلب طهره يعطي قذيبه و نضيف هذه هي الطريقة التي تنزل لكوكلي ليس شيء تنزل لكوكلي عندك طويل بلاطو و نستفى الخضيرات في الجناب و ندخل الى كوكلي زيادة البيئة يتفهب بها معروس مبيعية التنسيطاتي رايزت على جمله في التنسيطاتي وفي نص الوقت لا يجب أن تشاهد نحن لا يجب أن تشاهد لا يجب أن تشاهد في الطبق أو تقرأ لا يجب أن تشاهد ولكن لا يجب أن تشاهد لا يجب ، ثم تشاهد الحساب عندما تشاهد حساب المجمس فالطبق الجديد فى طبق الجديد تكون صغيرا ولكن ستبهين بأن فرحت يوميتي بلاطن صاحبتك الحبيبة ديالك اللي جتنا عندك وضيفتها هادو كانوا الأخطاء ديالك في هذا الفيديو هذا كان حاولوا أنكم من اللي انتم ما قدخلتم لعالم ديال التقدم ودخلتم لأطبق يعني قددخلوا الأطبق جديدة في الطبخ ديال الجبالة حاولوا من اللي تدخلوا الجديد دخلوا معا حتى الإتقان ديال الديزاين دخلوا معا حتى بزرد لح أمور باش فعلا مش ملين شوفو حنا شني نزلتي ونفرحو احتحنا نتعلمو منكم احتحنا اه يجبنا الطبيصة اللي نزلتين الضيفة ديالك تبين بيعا فعلا احنا منك اقولوا مغاربة كرامين في الضيافة كنقربوا الضيف ديالا نكونوا فعلا عن جدارة واستحقق هادك ماشي اكرام الضيف لمنحي الطابلة لأن امكانياتك تسمح لك وفي نص الوقت عندك اللي يكتب الله ما عرفتش ينزله النقطة الثانية اللي هي فضحتك بقلاقي اللي هي انك الضيفة معك وانتك تسيق وانتك تخلص خنزك وانتك تصور واخد كون صديقة ديالك في مكانة ومخالي البوساط احمدي ولكن ثم ولكن مدم انا غدي نصور خسين بيين بان فعلا احنا مغاربة شعب مغربي الشعب مضيف وعننا شي امور ما كانت فوتوهاش وما كانت رجعوش منا حال عن ناعي بنوضوش طبقوا قدام الضيف وانسيقوا احداهم وانعملوا بزادة الامو احداهم اللي جنعنا قلوا نتصيق معنا فهدي من اللعيب وهدي من الخيصل اللي لاحظت ذيك خيصل خيبة فيك بزاف كنتم من تحسن مهد القادية هدي خوتي خوتتي تحيتي لكم جميع المتتبعين خارج ارض وطن وداخل ارض وطن تحيتي من طنجر القويرة والصحراء مغربية الله الوطن الملك عاش الملك ولا عاش من خانه خوتي خوتتي اللي او مركزون هذا القناة ادرل الابوني ويبخلش لنا باللايكات وفرقوا هذا الفيديو هذا بالتعليق دمتم في رعاية الرحمن وإلى المتقى